تحاول الصحافة الحرة في العراق تجد منفذا لتتنفس فيه بعيدا عن قبضة السلطة وقمع ميليشياتها لتنقل في أقل تقدير ما يجري من فساد يقوم به المتنفذون لكن السلطة تحصر المعلومة بالأذرع الإعلامية التابعة لها أربع عشرة منظمة ومؤسسة دولية تعلن انضمامها إلى نحو ستمائة صحفي وكاتب وباحث ومدون وناشط عراقي بينهم سؤولون في وسائل الإعلام ومؤسسات ومنظمات غير حكومية لحملة تواقع تطالب البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون حق الحصول على معلومة وعز المواقعون في بيانهم حملتهم لضمان تقليل القيود إلى حدها الأدنى وضمان إتاحة المعلومات وإلزام المؤسسات بنشرها استباقيا طالما تعلق الأمر بالمصلحة العامة للمجتمع ودع المواقعون إلى ضمان ذلك الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق وعدم وضع قيود بيرقراطية كالاستجابة السريعة لطلبات منح المعلومات وعدم حصرها برئيس الدائرة أو من يمثله وإلغاء كل الفقرات التي تقيد ذلك الحق خاصة ما يتعلق بقضايا العقود الحكومية والملفات الاقتصادية والسلوك الوظيفي في ظل ما يعانيه العراق من انتشار للفساد ومنذ نحو عقدين من الزمن يطالب الصحفيون في العراق بإقرار قانون يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم على المعلومات دون التعرض للمسائلة القانونية والتهديد والملاحقة وهم يعانون في ظل عدم تعاون المؤسسات بنوافذها الرسمية معهم وعرقلة منحهم المعلومات بشكل مباشر ما يساهم في انتشار التسريبات لأهداف خاصة ورغم وضع قانون مشابه لحرية الصحافة في أروقة البرلمان منذ أكثر من سنة إلا أنه لم يشر بشكل رسمي بسبب اعتراض كتل برلمانية عليه بذرائع مختلفة فيما يبقى السبب الحقيقي لعرقلة قوانين حرية الصحافة يتعلق بخوف السلطة من فضح فسادها ونقل الصورة المأساوية لما يجري في العراق